وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد فخمة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع مملكة البحرين في مختلف المجالات مضيفا أن تركيا تدعم كل الإجراءات التي تتخذها المملكة للمحافظة على أمنها واستقرارها طبعا زيارتنا للبحرين بدأت بيوم موفق خلال لقائنا بمالك البحرين وخلال لقائنا أيضا مع كبار المسؤولين فلقد عقدنا عددا من المباحثات واللقاءات على المستوى الثنائي وعلى مستوى الوفدين ونحن حقيقة نسجل تطورا كبيرا في العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والأمنية والزراعية وبما أن البحرين ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي فإن هذه الزيارة تكتسب أهمية وطابعا خاصة وأن مملكة البحرين تملك دورا مهما في تعزيز العلاقات بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي نحن نعلم أن المنطقة تمر الآن بمرحلة حرجة وهناك خطوط حمراء لدول الخليج ولا يحق لأحد أن يتعدى عليها ويجب على إيران أن تحترم حسن الجوار وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون ونحن في تركيا ندعم كل الإجراءات التي تتخذها البحرين للمحافظة على أمنها واستقرارها نحن نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تطورات جديدة خاصة وأن هناك مباحثات تتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة وأتمنى أن تكون موفقة ترجمة نانسي قنقر